التاريخ يتحدث عن قوة ومتانة العلاقات الأخوية ما بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وترتبط البلدين بعلاقات تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر اقتصرت على التجارة في بدايتها وازدادت رسوخا ومتانة في ضوء رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعا وتأتي الزيارة الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لنبارك الحمد الصباح إلى مصر في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية الكويتية المصرية من نمو مضطرد على مدار التاريخ وتعد دولة الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربية بعد الإمارات والسعودية بحجم استثمارات في القطاعين العام والخاص بمصر تجاوز خمسة عشر مليار دولار ولتعزيز الترابط والتعاون المشترك يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دفع المسيرة التنموية لمصر عبر تطوير قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية عبر تقديم القروض والمساعدات والمنح الميسرة ولم يختصر التميز في العلاقات الأخوية بين البلدين على مجالات بعينها بل كانت متكاملة في كل الميادين سواء السياسية أو الاختصادية أو العسكرية أو الثقافية والإعلامية وأيضا العلاقات الاجتماعية وغيرها من المجالات ومما رصخ العلاقات الأخوية الكويتية المصرية محنة الغزو العراقي حيث وقفت مصر بكل إمكاناتها من أجل استعادة الحق الكويتي ممن اغتصبه في مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967 وفي حرب أكتوبر عام 1973